كانت تلك الحيتان تقع في شباك الصيادين الباحثين عن شحومها لاستخراج الزيوت منها لكن الحالة تغير الآن وصارت تلك الحيتان هدفاً لطيور النورس وعادة ما تهاجم طيور النورس الحيتان من ظهورها لتحدث بها جروحاً غائرة لا تشفى بسهولة لقد تفاقم الأمر فمنذ عشرين عاماً كان من النادر أن تجد حيتاناً مصابة بجروح في ظهورها لكن الآن يندر أن تجد حيتاناً تخلو ظهورها من الجروح ترجع المشكلة إلى أن الصيادين المحليين خلال التسعينيات كانوا يتخلصون من أطنان من القمامة في أماكن مفتوحة وعندما بدأت طيور النورس تتغذى على الأسماك التي تعيش في القمامة تمكنت من البقاء على قيد الحياة لفترة أطول الأمر الذي غير من التركيبة البيولوجية للمنطقة وساعد طيور النورس على التكاثر ولحل الأزمة تسعى الحكومة الأرجنتينية إلى إعدام تلك الطيور ودفن القمامة لكن خطوات الحكومة تتسم بالبطء حتى الآن وحتى الآن أيضا يشاهد أبناء المنطقة والسياح هذا المنظر المؤلم ما يهدد مصدرا هاما من مصادر الدخل هنا في إقليم باتاجونيا الأرجنتيني اشتركوا في القناة